ده كان ما في الغربال من أهمية لكن يبقى كلام كثير ومهم بي بعضمة لسانه القرعة والحركات الأرعة هي حركات أرعة بجد في الشخبيط واللخبيط اللي المهندس عادلي يستهل بيها الحلقة لأنه تعاملت قرعة دور 16 لكاس مصر بس دي لكاس مصر الجديدة خدوا بالك إحنا بقينا التوزيع الجغرافي فيه كاس مصر القديمة اللي الأهل وصل فيها للسيم الفاينال هيلعب بتروجيت الأسبوع الجاي وفيه كاس مصر القديمة أو كاس مصر الجديدة اللي دخلين فيها على دور 16 أجرية الأرعة وعينك ما تشوف إلا النور من ساعتها الغاية دلوقتي تصريحات وقرارات وانسحابات وتهديدات خلينا أقول لكم الأول هي الأرعة أسفرت عن إيه قبل ما نشوفوا الحركات الأرعة اللي نتجت عنها الأرعة قالت أنه يوم جمعة 1-7 المقولين العرب مع الجونة والثلاث سموحة مع كفر الشيخ والأربع طلع الجيش مع منتخب السويس ويوم 6-7 بيرامدز مع سيراميكا 7-7 المصري مع أسترن كامبني والجمعة 12-8 أمبي والبنك الأهلي والأحد 14-8 الأهلي مع مصر المقصة والي 2-15-8 الزمالك مع الإسماعيلي طبعا فكرة أنه الأرعة تتعامل بنظام أنك أنت تخط تبدأ تبص على الدور السنة اللي فاتت مين أول الدوري ومين تاني الدوري كان الزمالك أول الدوري والأهلي تاني الدوري فوفقا لما هو متبع من 2010 واللي بيعمله الاتحاد المصري بيعمله الاتحاد الأفريقي فكرة أنه أنت عندك تصنيف يعني الاتحاد الأفريقي لما بيجي يعمل قرعته لدور المجموعات بيبص على المستوى ويحط أوائل المجموعات اتحاد الدولي لما بيجي يعمل قرعة التصفيات بيحط على المستوى اتحاد المصري لما حد يعمل القرعة المستوى الأخير اللي بيقيس عليه إيه الدور السنة اللي فاتت زي ما بيحصل في الـ 15-20 سنة اللي فات فحط الزمالك على رأس المجموعة باعتبره بطل وحط الآهلي على رأس المجموعة الثانية باعتبره صاحب المركز التاني وعنده الثالث والرابع طلع مندوب الزمالك ومندوب الآهلي يسحبوا القرعة واحد خد بيرامدز والتاني خد سموح لأنه كان الترتيب الثالث والرابع بيرامدز وسموح بقى الزمالك معه بيرامدز والآهلي معه سموح وبعد كده بقيت الفرق اتسحبت عليها قرعة يعني يسحب فريق كذا يروح في المجموعة دي فريق كذا يروح بشكل مطلق فالحديث على ان القرعة موجهة حتى سموحة وبرامد اتسحب عليهم قرعة اه ما حطوش ده كده لا لا قرعة قرعة سموحة وبرامد قرعة واحد راح هنا واحد راح هنا الحقيقة انه ده الكلام العجيب جدا يا جماعة وقبل ما ندخل بقى في الحركات القرعة وفي الدوشة خلينا نبص على انه رقم واحد فكرة التصنيف مهياش جديدة شغالة من امتى من 2010 تحديدا موسم 2009-2010 اه عايز اقول لكم انه من المفاجأة الغريبة جدا الاسماعيلي زعلان انه وقع مع الزمالك وانه الزمالك هيلعب اول مباراة له في البطولة مع الاسماعيلي مع انه الزمالك اول المجموعة لانه بطل الدوري فكان وارد جدا يقع الاسماعيلي معاه او يقع الاسماعيلي مع الاهلي طب ما الاسماعيلي لو البطولة الحالية كاس مصر القديمة ما خرجش من بيتروجيت كان المبراهج جاية الاسماعيلي هيلعب الاهلي اسماعيلي خرج من بيتروجيت صعد بيتروجيت على حسابه انت بتتكلم لأ عشان من لا اخبطش الدنيا انت بتتكلم على القديم بقى بتاع سنة اللي فاتت اللي انت عايز تقول الله انتو محتاجتوش السنة اللي فاتت معانيه نفس النظام ولا اللي قابليها ولا اللي قابليها طيب هو انت الاسماعيلي اللي ما يخرج والايل يقابل بيتروجيت يبقى دي غلطة القرعة لا ده سياق النتائج طب استاذ براهيم اسألك سؤال الثلاث فرق من الدرجة التانية ايه اللي هما لو قابلوا مين طلعوا مين لو منتخب السويس ما خرجش فيوتشر كان فيوتشر هيكون في مجموعة الاهلي ادي واحدة يعني منتخب السويس اللي موجود في الطريق ده على فكرة ومش معنى موجود في مسار الاهل ويلعب طلع الجيش معناها انه الاهل هيلعب منتخب السويس او هيلعب كفر الشيخ ما حدش عارف ده طريقه يعني يجوز منتخب السويس يخسر من طلع الجيش لكنه منتخب السويس صعد على حساب فيوتشر اتعادل واحد واحد والسويس كسب اربعة اتنين بدربات الجزاء إذن منتخب السويس ضد فيوتشر أو على حساب فيوتشر والفائش منهم هو اللي القرأ وقعته في مجموعة الأهل كافر الشيخ خرج فاركو لو كان فاركو هو اللي كسب كان يبقى فاركو فيوتشر في المصار بتاع الأهل زي ما قلت لكم السنة دي في البطولة القديمة بترجد تولف مصار الأهل بدل الإسماعيل وإستران كامبني خرج للاتحاد أو سيراميكا خرج للاتحاد طيب عارفين عشان بس إيه الفكرة بتاعت إن دي حركات هفكركم بموسم 2010-2011 2008-2009 جدول الدوري 2008-2009 جدول الدوري هتشوفوه جدول الدوري في موسم 2008-2009 الأهلي كان بطل الدوري الإسماعيلي تاني الدوري لأني 27 نقطة أو 63 نقطة الإسماعيلي تاني الدوري الزمالك في المركز السادس ده الدوري يا جماعة جدول الدوري في موسم 2008-2009 جم بقى في بطولة الكاس عشان يعملوا ده الموسم البعديه 19-10 بقى أيوة راحوا عاملين إزاي اللي حصل مع بصوا خدوا بالكو الإسماعيلي التاني اتحط الإسماعيلي في الكاس على رأس مجموعة والأهل على رأس مجموعة ده بالصدفة الغريبة جدا جدا إنه القرع اللي اتعاملت أول مبارح الإسماعيلي خاد الرقم 21 والأهل خاد الرقم 17 في التسلسل بتاع القرع تعرفوا إنه دول هم نفس الرقمين اللي خدوهم في موسم 8-9 بصوا المفارقة وقت ما كان الإسماعيلي تاني الدوري في قرعة الكاس هتشوفوا جدول الكاسة هوا بصوا المباراة رقم 21 الإسماعيلي طلاع الجيش ده كان حتى معه طلاع الجيش والأهلي لعب مين في دور 16 الزمالك يعني الإسماعيلي حظوا وقع مع الزمالك البطل دلوقتي حيجوا واحد بقى يعمل لك الزمالك كان سادس الدوري وقع مع الأهل عشان كده الزمالك ما تحطش على رأس مجموعة فالقرع جابته في طريق الأهلي بالضبط ويلعبوا أول مباراة في دور 16 بصوا المفارقة اللي اتنين إن الإسماعيلي يأخذ الرقم 17 ويلعب طلاع الجيش الأهلي على رأس المجموعة التانية يقع معاه الزمالك ويلعب الزمالك بص السنة دي بقى أستاذ إبراهيم الفرقتين كملوا لحد السمي فاينال بالضبط لحد ما الأهلي وصل للنهائي الأهل وحرص الحدود لأ وصل للنهائي مستني الفائز من الإسماعيلي وحرص الحدود فالحرص الحدود كسب اتنين واحد كسب اتنين واحد ولعب النهائي وكسب الأهلي ايه بقى الزمالك اللي بيقولك ليه تحط الإسماعيلي في سكتي وليه الأهلي ما هو أنت نفسك لما تحطت في منتاش وصيف أو بطل تحطت زي بقية الفرق في السحب المباشر كان سادس الدوري لعب الآله في دوره الستاشر الآله فاس تلاتة واحد الآله فاس تلاتة واحد والآله كمل والإسماعيلي كمل لكن في النهاية حرص الحدود كسب الإسماعيلي في السيم فاينال اتنين واحد والآله كسب الانتاج الحربي اتنين واحد فلعب الآله وحرص الحدود الفاينال وحرص الحدود كسب ستة خمسة براكلات الترجيح ده اللي حصل بالضبط بصوا تبي كان اللي حصل السنة دي هل حد ساعتها اعتذر اعترض هل الزمالك قال انت ليه حطيت الاهل في سكتي ليه هل اسماعيلي ما افتكرش انه ساعتها كان على رأس مجموعة زيه زي الاهل لانه كان وصيف الدوري هي مش كده بس ده من سنتها للنهار ده هي دي طريقة القرعة الاول في الدوري على رأس مجموعة والتاني في الدوري على رأس مجموعة وبعدين نبتدي التالت الرابع يتعمل بينهم قرعة وقرعة راندم عشوائية على باخي الفرق لم يحتاج احد لان كل واحد كان يرى ان طريقه سهل فا اتكلم لايه بالضبط والدنيا قدام الاهل يملبشها خليهم يطلعوا وده اللي كان بيحصل لذلك تجد ان فيه اندية كسب كتير الكاس ما كانش كان طريقة مفتوح ده بقى للمعترضين من الزمالك على النظام وتسخين اسماعيل في السكة النظام ده يا جماعة بالشكل ده حرفيا معمول به من موسم الفين وعشر كل البطولات بتاعة الكاس اللي خدها الزمالك في الاثناشر موسم الاخير بموجب هذا النظام اذا كان نظام ده غلط يبقى بطولاته غلط اذا كان ده غلط وامفير وما فيهوش عدالة ايه رأيك في البطولات اللي تحققت لك في الكاس تقول هذا الفتر هل ده بطولات مش سليمة هل يمكن الطعن عليها دلوقتي مستحيل ولماذا قابلت السنين اللي فاتت دي كلها مهدي الانتقائية لا دي العصفورة لا خلي بالك دي العصفورة اللي غرض منها الانتقائية اما اجي اقول لك نادي القرن اعمله بالطريقة دي عشان زمالك يبقى هو نادي القرن وإلا يبقى النظام غلط ايه واخد بالك ايه طيب عايزين نعمل كاس مصر لا لما تيجي القرن مش على مزاجنا يبقى القرن غلط مع ان انت كسبان بيها على مدى 12 سنة 80% او 70% من بطولاتك اللي خدتها في ال 12 سنة دي